يبدأ وزير الخارجية سمح شكر الأحد جولة إلى عواصم عدد من الدولي دائمة العضوية بمجلس الأمن بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة وذلك بهدف دفع مصري وقف الحرب الدائرة في قطع غزة والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطع وأوضحت وزراء الخارجية أن وزراء الخارجية المشاركين سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة بشكل مستدام بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة غزور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جدة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة